سورة فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنا وثلاث وارباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الثناء على الله بصفاته التي كلها أوصاف كمال وبنعمه الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية خالق السماوات والأرض ومبدعهما جاعل الملائكة رسلا إلى من يشاء من عباده وفيما شاء من أمره ونهيه ومن عظيم قدرة الله أن جعل الملائكة أصحاب أجنحة مثنا وثلاث وارباع تطير بها لتبليغ ما أمر الله به يزيد الله في خلقه ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لا يستعصي عليه شيء ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ما يفتح الله للناس من رزق ومطر وصحة وعلم وغير ذلك من النعم فلا أحد يقدر أن يمسك هذه الرحمة وما يمسك منها فلا أحد يستطيع أن يرسلها بعده سبحانه وتعالى وهو العزيز القاهر لكل شيء الحكيم الذي يرسل الرحمة ويمسكها وفق حكمته يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم فلا خالق لكم غير الله يرزقكم من السماء بالمطر ومن الأرض بالماء والمعادن وغير ذلك لا إله إلا هو وحده لا شريك له فكيف تصرفون عن توحيده وعبادته وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور وإن يكذبك قومك أيها الرسول فقد كذب رسل من قبلك وإلى الله تصير الأمور في الآخرة فيجازي كلا بما يستحق وفي هذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا أيها الناس إن وعد الله بالبعث والثواب والعقاب حق ثابت فلا تخدعنكم الحياة الدنيا بشهواتها ومطالبها ولا يخدعنكم بالله الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير إن الشيطان لبني آدم عدو فاتخذوه عدوا ولا تطيعوه إنما يدعو أتباعه إلى الضلال ليكونوا من أصحاب النار الموقدة الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير الذين جحدوا أن الله هو وحده الإله الحق وجحدوا ما جاءت به رسله لهم عذاب شديد في الآخرة والذين صدقوا الله ورسوله وعملوا الصالحات لهم عفو من ربهم وتجاوز عن ذنوبهم بعد سترها عليهم ولهم أجر كبير وهو الجنة أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون أفمن حسن له الشيطان أعماله السيئة من معاص الله والكفر وعبادة ما دونه من الآلهة والأوثان فرآه حسنا جميلا كمن هداه الله تعالى فرآ الحسن حسنا والسيئ سيئا فإن الله يضل من يشاء من عباده ويهدي من يشاء فلا تهلك نفسك حزنا على كفر هؤلاء الضالين إن الله عليم بقبائحهم وسيجازيهم عليها أسوأ الجزاء والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور والله هو الذي أرسل الرياح فتحرك سحابا فسقناه إلى بلد جدب فينزل الماء فأحيينا به الأرض بعد يبسها فتخضر بالنبات مثل ذلك الإحياء يحيي الله الموتى يوم القيامة من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور من كان يطلب عزة في الدنيا أو الآخرة فليطلبها من الله ولا تنال إلا بطاعته فلله العزة جميعا فمن اعتز بالمخلوق أذله الله ومن اعتز بالخالق أعزه الله إليه سبحانه يصعد ذكره والعمل الصالح يرفعه والذين يكتسبون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك يهلك ويفسد ولا يفيدهم شيئا والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير والله خلق أباكم آدم من تراب ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم جعلكم رجالا ونساء وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر فيطول عمره ولا ينقص من عمره إلا في كتاب عنده وهو اللوح المحفوظ قبل أن تحمل به أمه وقبل أن تضعه قد أحصى الله ذلك كله وعلمه قبل أن يخلقه لا يزاد فيما كتب له ولا ينقص إن خلقكم وعلم أحوالكم وكتابتها في اللوح المحفوظ سهل يسير على الله وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائض شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وما يستوي البحران هذا عذب شديد العذوبة سهل مروره في الحلق يزيل العطش وهذا ملح شديد الملوحة ومن كل من البحرين تأكلون سمكا طريا شهي الطعم وتستخرجون زينة هي اللؤلؤ والمرجان تلبسونها وترى السفن فيه شاقات المياه لتبتغوا من فضله من التجارة وغيرها وفي هذا دلالة على قدرة الله ووحدانيته ولعلكم تشكرون لله على هذه النعم التي أنعم بها عليكم يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير والله يدخل من ساعات الليل في النهار فيزيد النهار بقدر ما نقص من الليل ويدخل من ساعات النهار في الليل فيزيد الليل بقدر ما نقص من النهار وذلل الشمس والقمر يجريان لوقت معلوم ذلكم الذي فعل هذا هو الله ربكم له الملك كله والذين تعبدون من دون الله ما يملكون من قطمير وهي القشرة الرقيقة البيضاء تكون على النواه إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير إن تدعوا أيها الناس هذه المعبودات من دون الله لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا على سبيل الفرض ما أجابوكم ويوم القيامة يتبرؤون منكم ولا أحد يخبرك أيها الرسول أصدق من الله العليم الخبير يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهُ والله هو الغني الحميد يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْمُحْتَاجُونَ إِلَى اللَّهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ لا تستغنون عنه طرفة عين وهو سبحانه الغني عن الناس وعن كل شيء من مخلوقاته الحميد في ذاته وأسمائه وصفاته المحمود على نعمه فإن كل نعمة بالناس منه فله الحمد والشكر على كل حال إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد إن يشأ الله يهلككم أيها الناس ويأتي بقوم آخرين يطيعونه ويعبدونه وحده وما ذلك على الله بعزيز وما إهلاككم والإتيان بخلق سواكم على الله بممتنع بل ذلك على الله سهل يسير ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير ولا تحمل نفس مذنبة ذنب نفس أخرى وإن تسأل نفس مثقلة بالخطايا من يحمل عنها من ذنوبها لم تجد من يحمل عنها شيئا ولو كان الذي سألته ذا قرابة منها من أب أو أخ ونحوهما إنما تحذر أيها الرسول الذين يخافون عذاب ربهم بالغيب وأدوا الصلاة حق أدائها ومن تطهر من الشرك وغيره من المعاصي فإنما يتطهر لنفسه وإلى الله سبحانه مآل الخلائق ومصيرهم فيجازي كلا بما يستحق وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى عن دين الله والبصير الذي أبصر طريق الحق واتبعه ولا الظلمات ولا النور وما تستوي ظلمات الكفر ونور الإيمان ولا الظل ولا الحرور ولا الظل ولا الريح الحارة وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء من في القبور وما يستوي أحياء القلوب بالإيمان وأموات القلوب بالكفر إن الله يسمع من يشاء سماع فهم وقبول وما أنت أيها الرسول بمسمع من في القبور فكما لا تسمع الموتى في قبورهم فكذلك لا تسمع هؤلاء الكفار لموت قلوبهم إن أنت إلا نذير إن أنت إلا نذير لهم غضب الله وعقابه إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير إن أرسلناك بالحق وهو الإيمان بالله وشرائع الدين مبشرا بالجنة من صدقك وعمل بهديك ومحذرا من كذبك وعصاك النار وما من أمة من الأمم إلا جاءها نذير يحذرها عاقبة كفرها وضلالها وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير وإن يكذبك هؤلاء المشركون فقد كذب الذين من قبلهم رسلهم الذين جاءوهم بالمعجزات الواضحات الدالة على نبوتهم وجاءوهم بالكتب المجموع فيها كثير من الأحكام وبالكتاب المنير الموضح لطريق الخير والشر ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ثم أخذت الذين كفروا بأنواع العذاب فانظر كيف كان إنكاري لعملهم وحلول عقوبتي بهم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب بسود ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسقينا به أشجارا في الأرض فأخرجنا من تلك الأشجار ثمرات مختلفا ألوانها منها الأحمر ومنها الأسود والأصفر وغير ذلك وخلقنا من الجبال طراء قبيضا وحمرا مختلفا ألوانها وخلقنا من الجبال جبالا شديدة السواد ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور وخلقنا من الناس والدواب والإبل والبقر والغنم ما هو مختلف ألوانه كذلك فمن ذلك الأحمر والأبيض والأسود وغير ذلك كاختلاف ألوان الثمار والجبال إنما يخشى الله ويتقي عقابه بطاعته واجتناب معصيته العلماء به سبحانه وبصفاته وبشرعه وقدرته على كل شيء ومنها اختلاف هذه المخلوقات مع اتحاد سببها ويتدبرون ما فيها من عظات وعبر إن الله عزيز قوي لا يغالب غفور يثيب أهل الطاعة ويعفو عنهم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سروا وعلانية يرجون تجارة لن تبور إن الذين يقرؤون القرآن ويعملون به وداوموا على الصلاة في أوقاتها وأنفقوا مما رزقناهم من أنواع النفقات الواجبة والمستحبة سرا وجهرا هؤلاء يرجون بذلك تجارة لن تكسد ولن تهلك ألا وهي رضا ربهم والفوز بجزيل ثوابه ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور ليوفيهم الله تعالى ثواب أعمالهم كاملا غير منقوص ويضاعف لهم الحسنات من فضله إن الله غفور لسيئاتهم شكور لحسناتهم يثيبهم عليها الجزيل من الثواب والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير والذي أنزلناه إليك أيها الرسول من القرآن هو الحق المصدق للكتب التي أنزلها الله على رسله قبلك إن الله لخبير بشؤون عباده بصير بأعمالهم وسيجازيهم عليها ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ثم أعطينا بعد هلاك الأمم القرآن من اخترناهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فمنهم ظالم لنفسه بفعل بعض المعاصي ومنهم مقتصد وهو المؤدي للواجبات المجتنب للمحرمات ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله أي مسارع مجتهد في الأعمال الصالحة فرضها ونفلها ذلك الإعطاء للكتاب واصطفاء هذه الأمة هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير جنات إقامة دائمة للذين أورثهم الله كتابة يزينون فيها بأساور الذهب وباللؤلؤ ولباسهم المعتاد في الجنة حرير أي ثياب رقيقة وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور وقالوا حين دخلوا الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا كل حزن إن ربنا لغفور حيث غفر لنا الزلات شكور حيث قبل منا الحسنات وضاعفها الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب وهو الذي أنزلنا دار الجنة من فضله لا يمسنا فيها تعب ولا إعياء والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور والذين كفروا بالله ورسوله لهم نار جهنم الموقدة لا يقضى عليهم بالموت فيموتوا ويستريحوا ولا يخفف عنهم من عذابها مثل ذلك الجزاء يجزي الله كل من هو مبالغ في الكفر متماد فيه مصر عليه وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فدوقوا فما للظالمين من نصير وهؤلاء الكفار يصرخون من شدة العذاب في نار جهنم مستغيثين ربنا أخرجنا من نار جهنم وردنا إلى الدنيا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمله في حياتنا الدنيا فنؤمن بدل الكفر فيقول لهم أولم نمهلكم في الحياة قدرا وافيا من العمر يتعظ فيه من اتعظ وجاءكم النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم تتذكروا ولم تتعظوا فذوقوا عذاب جهنم فليس للكافرين من ناصر ينصرهم من عذاب الله إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور إن الله مطلع على كل غائب في السماوات والأرض وإنه عليم بخفايا الصدور فاتقوه أن يطلع عليكم وأنتم تضمرون الشك أو الشرك في وحدانيته أو في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو أن تعصوه بما دون ذلك هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتى ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا الله هو الذي جعلكم أيها الناس يخلف بعضكم بعضا في الأرض فمن جحد وحدانية الله منكم فعلى نفسه ضرره وكفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا بغضا وغضبا ولا يزيدهم كفرهم بالله إلا ضلالا وهلاكا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا قل أيها الرسول للمشركين أخبروني أي شيء خلق شركاؤكم من الأرض أم أن لشركائكم الذين تعبدونهم من دون الله شركا مع الله في خلق السماوات أم أعطيناهم كتابا فهم على حجة منه بل ما يعد الكافرون بعضهم بعضا إلا غرورا وخداعا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا عن مكانهما ولئن زالت السماوات والأرض عن مكانهما ما يمسكهما من أحد من بعده إن الله كان حليما في تأخير العقوبة عن الكافرين والعصاه غفورا لمن تاب من ذنبه ورجع إليه وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا وأقسم كفار قريش بالله أشد الأيمان لإن جاءهم رسول من عند الله يخوفهم عقاب الله ليكونن أكثر استقامة واتباعا للحق من اليهود والنصارى وغيرهم فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم ما زادهم ذلك إلا بعدا عن الحق ونفورا منه استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا ليس إقسامهم لقصد حسن وطلبا للحق وإنما هو استكبار في الأرض على الخلق يريدون به المكر السيء والخداع والباطل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينتظر المستكبرون الماكرون إلا العذاب الذي نزل بأمثالهم الذين سبقوهم فلن تجد لطريقة الله تبديلا ولا تحويلا فلا يستطيع أحد أن يبدل ولا أن يحول العذاب عن نفسه أو غيره أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا أولم يسر كفار مكة في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كعاد وثمود وأمثالهم وما حل بهم من الدمار وبديارهم من الخراب حين كذبوا الرسل وكان أولئك الكفرة أشد قوة وبطشا من كفار مكة وما كان الله تعالى ليعجزه ويفوته من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما بأفعالهم قديرا على إهلاكهم ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا ولو يعاقب الله الناس بما عملوا من الذنوب والمعاصي ما ترك على ظهر الأرض من دابة تدب عليها ولكن يمهلهم ويؤخر عقابهم إلى وقت معلوم عنده فإذا جاء وقت عقابهم فإن الله كان بعباده بصيرا لا يخفى عليه أحد منهم ولا يعزب عنه علم شيء من أمورهم وسيجازيهم بما عملوا من خير أو شر شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا